مرحبا بكم في قناتي متعة في الطبخ تركوشت ترقيق تشباط كل منطقة في بلاد القبائل لديها تسمية ديالها هي وصفة تقليدية محظى بمكونات جد بسيطة ولكن صحية 100% نبدأ على بركة الله بالمكونات ثم بعد ذلك طريقة تحضير العجينة تركوشت العجينة هذه قدروا نحضروها إما بسميد البيض أو بسميد على القمح الكامل أو كما عملتنا خارط ما بين سميد القمح الكامل وسميد على الشعير إذا نخلط كل شي ونحط الملح ونبلها بالما بارد هاد سميد شريته في بلاد القبائل ومن أخرى شريته في العاصمة ونظن رهم توفر بكثرة في كامل أكثر الجزائر بصفة خاصة والبلدان العربية بصفة عامة في طول تعليقاتي أثناء هذه الفيديو رايح نقل غير تركوشت لأنه في منطقة القبائل التي أنتمي إليها وهي إيواضيا معروفة غير بصفة الكوشت قوام العجينة في الآخر لازم يجيش بيطري لأنه سميدة الشعير راح يتشرب كل هاداك الماء ويجينا القوام بتاحك ترتاح سواسوا برك إذن نغطيها بفيلم بلاستيكي ونحطها بجيه باش ترتاحو تتماسك لمدة 15 إلى 20 دقيقة شوفوا كيف شولت العجينة حكما روحها وهذا راجع لسميدة الشعير اللي عنده نسبة عالية لامتصاص السوائل ومع ذلك إذا شفتوا بأن العجينة تتعكم بزافية بصع زيدوا لها الماء أثناء الدلك إذن ندركوا لعجيناني مدة قصيرة باش نتحصلوا في الأخير على قوام ناعم ومتجانس نقطعها إلى وحدات متساوية أي ما يعادل الحبات عن المسمم نخليكم مع الصورة المعبرة عن كل تعليق ونبدأ الآن في بصل الكويرات تاعية العجين كل وحدة على حدة نرش طاولة العمل بالفارينة البيضة أو كيمانا بشعير الرقيق هكذا تسهل علينا عملية البسط ومن بعد نبدأ نركب في قرصات العجينة فوق بعضهم زوج زوج وذلك بوضع زيت الزيتون بين كل طبقتين وفي هذا الأثناء نشعل طاجين تاعي ونخليه على نار متوسطة ونكمل نصخ كامل قرصات تعليقين زوج بزوج ونرجع لكم من بعد وفي المرحلة الثانية مباشرة من غير ما يرتاحه نحل زوجة العجينة فوق طاولة العمل ونحاول تحصه في الآخر على طابقة تكون رقيقة وقد ما كانت الورقة تاعنا رقيقة قد ما تكون تركوش تاعنا ناجحة وما ننسوش مرة على مرة نعاون روحنا برش السميد فوق طاولة العمل وبما أنو سميدتاع الشعير ما عندوش خلاص لعلك نفضل نقول للمبتدئات هي قلبو العجينة بالحلال باش ما تتقطع لهمش وبنسبة لطياب تاع ثير كوشت اللي حبت ترفضها بيدها كما هكذا واللي حبت تتهزها بالحلال وأنا بكل صراحة نفضل نرفدها بالحلال ننطيب الورقة تاعثير كوشت فوق طاولة عنا متوسطة وتقدروا ما ننطيبوها على ميقلات تكون تقيلة كنحط ورقة العجين نستند حتى تنشف الواجهة الفوقانية برك ونقلبها وكما راكوا تلاحظو غير قلبتها بدأت تنفخ وتنفص الورقات عن بعضها البعض وهذا دليل على نجاح الوصفة التعنا إذا جربتوا هذه الوصفة والأوراق تاكم منفصت عن بعضها البعض هذا لأنكم كحلتهم بالحلال حلتهم أبثر من اللازم حتى التحمت الورقتين وصارت ورقة واحدة نفس الشصرة للمشتركين اللي عملوا ديور وما قدرواش يفصوا ورقات عن بعضها البعض نتصل الأوراق مدامه هي سخونة نكمل نبسط كامل الورقات ونطيبهم إذا نعملكم ملخص كي نحط الورقة نسنها حتى تنشف ومن بعد نقلبها وكي تتنفخ نعاود نرجحها الطيب في الواجهة الأولى كذلك كنخلصو الطهي تا ورقات تا عثير كوشت نبدن في تدفيعها وهنا تفكرت اسمي واحد اخرى في بلاد القبائل أفتاث من قطعها قطع ما تكونش صغيرة بزاف لأنه اسمي التاشعير والقمح الكامل كي يطيبوا في المرقاء أو في الحليب رايحين يدبوا ويولوا مع الجنين ثاركوشت راي تحبل معينة وهنا قد البنتي بما أنه ثاركوشت طبق المفضل لديك حطي بنتي يديك للمساعدة كي تعود تفد في الورقة تحتير كوشت شم وردي حالي تخرج منها والله غير واحد البنة روعة بنتي عزمان واليام الملاح وصلنا للنتيجة النهائية اللي كنا نحوس عليها وهنا نقدر نقول بأن هذه الوصفات تشبه بزاف الشخشوخة اليوم رايح نحضرها لكم بالحليب كي ما بنت لكم في مستهل الفيديو وكاشناها ان شاء الله نحضرها لكم بالمرقاء كي ما راكت لاحظوا وراني حضرت كمية كبيرة تعالي لا تركوشت وما فتتهاش كامل إذن واش عملت طويلة الباقية على زوج وحطيتها في كيس بلاستيكي في المجمد هكذا ما تأخذ ليش مكان كبير في المجمد وتاني كي نسحقها باش نمجد شخشوخة أو ثار كوشت نلقاها جاهزة الورقات تعثير كوشت نقدر ناكلوها بطرق عديدة منها في اللمجة تعولادنا نقدر نطلعوها بالجبن أو المربة أو الشوكولات صدقوني روعة في المذاق وصحية لولادنا وأخيرا وصلنا للوصفة تعثير كوشت اللي علاجها عملت كامل هذا الفيديو إذن تفضلوا معايا نشوفوا كيفية التحضير نحط الماء يغلي ويفضل نخليه المرميطة مغلوقة لتعجيل غليان الماء نضيف قيص مغرفة كبيرة تزيد الزيتون ونزيد الملح ومن بعد نضيف الفتاة تعثير كوشت وهنا بما أن العجينة التعنى ما زالها طرية كمية الفتاة رايحة تكون في نفس المستوى تعلمها وإذا كانت العجينة يبسى نضع في كمية الماء ونخليها الطيب بالعقل حتى تتشرب هداك الماء الحاجة المهمة في الوصفة تعثير كوشت ودايما يمت أكد لي عليها هي أنه لازم اللي نحط العجينة ونحركوا فيها باستمرار بعدما تشربت كامل هداك الماء نجيو الآن نضيف الحليب وهنا كمية الحليب نحطها على ثلاث مراحل كل ما تتشرب نزيد لها وبطبيعة الحال لازم ندوقها ونقاوها طرية وإذا لقيناها ما زالها قاسحة نزيد لها الحليب ونكمل لها في طيب وفي الأخير نضيف لها الكمية المتباقية الحليب غير تهزل الغليا نطفع لها النار هذا هو القوام النهائي تعثير كوشتانا تكون في الأول شوية جارية ولكن ما نجو ناكلوها حتى تكون رجعت خاطرة نقدم وثار كوش لأفراد العائلة وهي سخونة تغلي ونزينها بالبيت ونحط لها في الوسط قطعات على الزبدة وفي بلاد القبائل نحط لها الزبدة على البقرة بلا من نساو اللمسة التي لا مفر منها اللمسة تع زيت الزيتون ثير كوشت ملايين أتشن ورشت تقشيشين وتفرغها في اللون ثير كوشت الجذوذ ستزيد والزمور فجذك ذي نزال لبعدها أوسان وصميض نعم مايكات ودفل في رأيي هاد الطابق مضلوم شوية لأنه مشيش باب بزاف ولكن ما لازمش طورن المظاهر الشعير قمح كامل بيض زيت الزيتون زبدة وحليب وجبة كاملة متكاملة وصحية وكل يقلل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله جاءوا لنا الثفات ثاني مرس اشتركوا في القناة